ضيفنا في هذه الفقرة مختص بالتصوير الفوتوغرافي لكن خذال خطوة مجال متخصص من خلال تصوير معالم لكويت وإبراز جمالية سنتعرف أكثر على موهبتها مع ضيفنا أحمد الحملي مصور فوتوغرافي مساء الخير وحياك الله مساء النوري هلو الله حياك الله أحمد نبدأ بأول سؤال جاهز الله حيك جاهز اليوم نحن برشين جو التحقيق فانتويانا اليوم أحمد من وين يتلك فكرة أنت تصور معالم الديرة يعني توجهك إلى هذا المجال من وين يتلك الفكرة والله شوف بالأمان أيتنا الفكرة هذه طالع مرة قافت أر طالت على بالي فكرة قلت يا جماعة نحن ما في أحد قام يصور معالم لكويت يعني وائد قليلين قام يصورون خاصة بالتصوير الجوي يعني في بالأمان يعني وائد ناس صوره جوي ما شاء الله عليهم يعني شغلهم حلو صح بس ما أحد ما أعطيهم أهميتهم بالأمان نعم نعم أحمد هل هذا السبب الوحيد اللي خلاك تتجه لي موضوع تصوير معالم لكويت وإبرازها ولا ممكن تكون نوع من الهواية في أشخاص يحبون أنهم يصورون يعني خنقول منظر طبيعي بس ببعنا يعني في الكويت أو في المجتمع الخليجي ما في عندنا ويد مناظر طبيعية فلتلجأ لي موضوع تصوير معالم لكويت حلو أنا أبجاوب على الشغلة هذه أكثر الناس هنا عندنا بالكويت يقول شونه عندنا احنا هنا بالديرا حلو فممكن قلما يطالع الشغلة هذه من الأرض ما طالعها من فوق لما تطالعها أنت من فوق راح تشوف لا والله الكويت حلوة صحيح سواء مطاعم ولا مجمعات ولا أين كان ما يطلع يفتر لما أنا أطلع أصور أشوف أكتشف المكان هذي أيون دي الناس يقولون وين المكان هذي هلو أقولوا مالله بالمكان الفلاني ممتاز دليتم على ماكن يديدة وايدة ماكن وين أحلى مكان صورتها ولليوم أنت تقول أن هذا المكان أفضل مكان وأحلى مكان صورتها وايدة ماكن ما دي بالإجابة المثالية نبي إجابة فعلا أنت عندك هذا المكان وقت التصوير طلع بصورة وعيدة حلوة سواء بالليل أو الصبح لكن صجه المكان يفرق معك والله عندك دار الأوبرا دار الأوبرا أجيب طعا الأفور والأوبرا حلو أحمد إذا بنتكلم من جانب ثاني يعني شفنا من خلال قبل شوي فيديو كصيرة لعملية تصوير أكيد رح تأخذ منك جد وعيد كبير اختيار الوقت المناسب لتصوير هذا المعلم الحزة المناسبة هل المغربيات هل أول ما تطلع الشمس وغيرة فهذا يحتاج لي مجهود جدا كبير شكثر تقريبا قاعد تأخذ منك عملية تصوير المعالم أو على حسب المبنى نفسه والله أشوفي أنا مخصصت يوم واحد بالسبوع عزين أطلع أصور فيه له يوم السبت كون فاضي ما عندي شي وخلص يوم الخميس دوام يوم مع الأهل السبت فاضي ما عندي شي أطلع أشوف المكان معين أطلع فتقون أروح أصور وشون مفترض إذا بطلع بصور مكان معين فشلون أطلع أصور مكان معين شون تقرر أن أنت تتجه لمكان معين وتصور في أحد مثلا من رابعك يحدد لك المكان معك ولا أنت تختار المكان لا لا شوف أطلع تلقاني بالسيارة أتخيل شغلة حلو أنا أطبق الشغلة هذه بالفيديو أوريها الناس ممتاز يعني تلقاني أطلع أفتر أشغل غنية معينة أتخيلها على فيديو معين والله نزلت طيارتي طيارتها صورت خلصت منتجت نزلت و أوريتها الناس أحمد أنت كنت أول شيء متجه إلى تصوير الفوتوغرافي بعدين قررت أن تتجه إلى الفيديو صح؟ أعدم شو اللي خلاك تتجه إلى الفيديو شوف الفيديو تقدر توصل رسالة أكبر أزين في حيث أن الناس لما تيج تشوف أنت وصت رسالة بجرد النظر صحي الصورة في ناس طالع أي أوكي هذه الصورة شون يعني بس لما تيج تشرح في فيديو موسيقى من الكلام هذا فالناس تنجذب طالع هذا شون قي يصير هذا وين المكان معين هذا فأتي صحيح أحمد إذا بنتكلم على أنواع الكاميرات التي أنت تستخدمها لتصوير أي معلم تفرق معاك أو تحب تصور من لغضة تكون بعيدة وفوق فتستخدم الفانتوم فيها أو أشوف كل كاميرا عندي لها أهميتها بلأمان يعني عندي الفانتوم حق لماكن العالية مرتفع فأفتقان أنا بل أرد طيرها طالب الليموت صورت المكان لأنا بي ولا مرة طاحت منك والله بلأمان أمس دائم فيها صورت دائما أبضالي يعني أنا مطيح هذه ما يعني الكنترول شلون يكون عليها فيها سيفتي فيها سيفتي فألا مطيح منكم لا لا مطيح أنت بمجرد بس ما تهدي الجستك عادي ثابتة إذا بنسمي التصوير اللي تسويك مشاريع أو بروجيكت أنت تسويهم شنو أطول بروجيكت خده معاك يعني أطول وقت خنقول يعني مكان رح تصورت مثلا خنقول أبراج الكويت على سلمثال ممكن دقيقتين ثلاث دقيقتين ثلاث أنا أخذ اللقطة أكثر من مرة هلو اللي تضبط معاك ولانا أشوفها حلوة هني أختارها حق الفيديو هلو أحمد إذا كان شوف حين من جانب ثاني بما أنت يعني عندك هذه الإمكانيات أنت تصور شيء بكل الزوايا وفي أماكن تكون مرتفعة فتقدر تأخذ لقطات مختلفة لهذا المعلم الحين حاليا الدارج لبعض المصورين الشباب إذا كانت عندها الإمكانيات هذه العالية يلجأ لي موضوع تصوير المناسبات وغيرها وبما أنت أريد تملك هذه الأدوات عندك إياها ما توقعت أن أنت ممكن أن يكون عندك خط في هذا الجانب ممكن أن يكون خط جاري بس أريد أنت قاعد مارس هوايتك لا ما فكرت بالأمانة بها لأنني لا أحب أن تقيد أنا بشغلة يعني نفرض لتطلعت لمناسبة أروح أصورها راح أكون مقيد نفرض حريم لا أقدر أصور حريم أي إن كان شنو بتصور تكون مقيد لا هذه اللقطة ما نبيها هذه اللقطة يشيلها هذه اللقطة ما يشلهم مثلا إذا نتكلها على شكل أوسع هذا الدرج من ناحية الإفنتات أنا طلعت صورت يعني إفنتات وصورت معتمرات حلو الحمد لله أنا أحمد عندي بالدمام طلعت صورت حلو فهم عندنا هم بالدمام يقول القصة الشغلة هذه اللي أتحطها وشيل هذه وحط هذه ما أحب أتقيد ما أتحب أتقيد أحب والله أطلع أصور عاه راحتي ممتاز زين شغف للتصوير فشنو اللي يواجه على الشغف من صعوبات وتحديات يعني والله أشوف وأنا أتكلم خصوصا بالفونتم نفسه مرة كنت طالع أصور حديقة الشهيد أنا عندي تصريح مزارة داخلية أن أصور حديقة الشهيد حلو دخل حديقة الشهيد أول ما دخل شاني الواحد قال لي لا ما تصور شكال عسى مع شر عندي تصريح مزارة داخلية حلو شاني قول لي لا لازم طالع تصريح من عندنا قلت لي حين أنا عندي تصريح مزارة داخلية شكال زين فالمفروض أنه خلاص فالمفروض أنه خلاص شكال داخل عندنا ما تطير قلت لي خلاص هنا أطلع بره أطيرها ودخلها عندكم داخل هم ما يصير صحيح شاني قول لي طلع تصريح من عندنا وخلي جراء قانوني شكال زين نفترض لو أطلع لتصريح من عندكم شكال يبي إلى وقت شكال عشر تأيام قلت لما تصريح وزارة الداخلية مطلع إلي عشر تأيام شكال راح يستفيدانا صح شكال لي هذا الكلام اللي عندي قلت لي خلاص مو مشكلة أنا مش هطلع بره مش هدع الكلام اللي بيش هطير بره صوت نفس اللي تتبعي صوت مثل ما أنا أنا جبالي شكال الله كنت بوصل لها وهو منعني زين وانا إجراء قانوني عندي تصريح من وزارة الداخلية كل شي سهلون مع بعض المصورين أنت بالتالي قاعد تبرز جمال هذا المكان هذا الشي يعني عدلي الدولة بشي جدا حلو وصورة جدا مميزة إذا بنتكلم من جانب آخر هل ممكن أنت يعني بعد يعني المعالم قد تكون محدودة في الكويت شو الخطوة اللي راح تكون ما بعد تصويرك لهذه المعالم والله بالأمانة أنا قاعد أطمح بالعالمية بالأمانة يعني أنه أطلع بره الكويت أصور بره الكويت مو بس بالكويت معالم خارجية معالم خارجية متاز في مكان معين تفضلك والله مخطط الآن أروح أسافر بره إن شاء الله إسبانيا متاز مصور هناك في إسبانيا بعد أن تجه إلى فرنسا خلال صور فرنسا بسمع لكامرة وتصور مدريد نادي مدريد وأنت مار ولا أنت برشلوني أنا برشلوني برشلوني ما رح يصوبه ما رح يصوبه يعني الستيديو هذا مبين وعيد ناس تفضل برشلوني أنا لاحظ كل واحد يشجع برشلوني زين أحمد قل لي بالنسبة للشباب المصورين منه اللي أنت ممكن تشوفه تميله أكثر أو تشوفه ما رح يعني مثلا القدوة أو تشوفه توجهك نفس التوجه اللي قاعد يمشي فيه أو نفس الخط من الشباب أو المصورين الكويتيين بشكل عام أنا عندي واحد من رابع مصور بس مو مصور فيديو فوتوغرافي بس ما أغير ما أتجه للفيديو بس ظل على الفوتوغرافي أنا من البداية من 2012 شفت يصور فقلت تعال علمني خينشوف شون قاعد تسوي فأخذت منه الأساسيات بدأ أنا طورت من نفسي اتجهت من الصور الفوتوغرافي إلى الفيديو لكنه ظل مثل ما هو أها أنت يعني على قولتهم تطورت شوي طبعا أنا طورت بالتصوير الفيديو والحمد لله المطور بالتصوير الفوتوغرافي هذا شيء ما يضركم أنه في كثير من المصورين حاليا في الساحة البعض ممكن هو يلجأ للمصورين أنت مو ماخذها من جانب تجاري بس هل ممكن هذا يهضم حقك كمصور ممكن تكون عندك هذه الإمكانيات العالية فتلقى أشخاص قد يكونوا مهلاتهم أقل منك لكن اسمهم يكون بارز في السوق ولا هذا شيء ما يهمك أنت مو ماخذ تجارة والله شوفوا الشغلة هذه مو مهمة وائدة بالنسبة لي يعني كل واحد وشون ييب الناس حوله فالناس ما تبطالع أنت شغلك شنو تبني أنت من تعرف يعني من ناحية نفترض واضحها شوية بالسورشال ميديا نفترض حلو أنا أصور زين أنا ما أمدح نفسي أمدح أصور زين عندي واحد تصويرها يعني بس هو عنده معارف أكثر مني فهو ياخذ فرصتك ياخذ فرصتك أصرار شرائت شبه هذا الموضوع أنا معابها شيء في حتى الناس ساعة إذا كانت ممهتمة في كواليتي الصور نفسها ممكن تلجأ من خلال مناسباتهم لمصورين قد يكونون أقل تكلفة وماهم نتيجة الصورة اللي ممكننا هي تطلع على الأكس لأشخاص ممكنهم ما تعبوا فعلا على اسمهم يعطيك العافية ونورتنا اليوم أحمد لحملي مصور فوتوغرافي الأمانة هذا النوع من التصوير اللي يبرز فيه معالم الكويت قاعد يعطي صورة جدا جميلة للكويت يعطيك العافية نورتنا أحمد وكيد مشاهديننا نطلع هذا الفاصل ورجع لكم إن شاء الله شكرا لكم